انا رأيي عمره ما يتغير في العلماء الناس دايما بس خد بالك برضو ده نتيجة التكريس وترسيخ لثقافة في التمانينات والتسعينات انا طول الوقت رأيي ان العلماء دون ناس عندهم جاذبية شديدة جدا يعني قادر على جذب الانتباه وحديثه دايما شايق وما الى ذلك فدلوقتي قبل ما نبدأ على طول الفقرة قاعدين بنتجاذب اطراف حديث في منتهى البساطة على الجامعات والمنح الدراسية والدراسة خارجا والدراسة داخلا طبعا مع دكتور هاني الكاتب زي ما كنت بقول لكم حديث شيق الى ابعد الحدود جذاب الى ابعد الحدود ما ان احنا ما اتكلمناش عن تقنيات الزراعة ولا اتكلمنا في العلوم والتكنولوجيات الجديدة ولا حاجة خالص خلوني الاول ارحب بدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية استاذ علم الغابات في جامعة ميونخ طبعا الالمانية هنتكلم عن التكنولوجيا العالمية وتطوير الزراعة الاول اهلا بيك يا دكتور اهلا بحد ذلك يا سازي عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام والحديث فعلا كان شايخ معها حدودتك جدا ده بوجود سيادتك ده بوجود سيادتك وخليني اشكرك جدا على قبول الدعوة وفهمت انه حدك صحي من خمسة ونص صباحا ومكمل معنا لحد دلوقتي فده تنزل عظيم اشكرك انا اشكر حدودتك لا يخدم اشكرك دكتور هاني العالم تطور زراعيا الى اي مدى؟ احنا معلوماتي المتواضعة ان احنا في حاجة اسمها تكنولوجيا التطور الافقي احنا ازاي نقدر نوسع مساحة الارض الزراعية باقل الموارد الممكنة وتطور رأسي ان انا ارفع الانتاجية بتاعت الزراعة لحد كده معلوماتي بتتوقف اوكي هو تطور رأسي ده صحيح مية في المية لكن احنا لو بصينا للزراعة في جميع انحاء العالم او الزراعة التقليدية فهي زراعة خاطئة في جميع انحاء العالم خاطئة لدركة ان احنا وصلنا الى درجة عالية جدا من التلاوث احنا حضرتك عارف الانسان بيعتمد على الموارد والموارد معظمها محدودة واحنا بندير الموارد بتاعتنا وخاصة الموارد الزراعية في نظام مكسف الانبعاثات احنا بنسبب انبعاثات كثيرة وبالتالي تلوث تلوث للبيئة لا واحنا احنا ماشيين خطأ تماما اتزان الطبيعة واتزان النظمة الطبيعية بيعتمد على شيء اهم جدا وهو التنوع البيولوجي او التنوع واحنا بنزرع ما يسمى المونوكالشا مساحات كبيرة نوع واحد وبالتالي كلها ده كل ده نظم غير متزنة طبيعية ما فيهاش اتزان واحنا الكوارث الطبيعية بتزداد حدة وبتزداد من عام لعام ودي من اهم العوامل اللي احنا نقدر نقول فيها التغير المناخ موجود فعلا فالنظام الزراعي في العالم كله لازم ينغير هو فيه بعد التغيرات طبعا احنا بنتكلم في الزراع عن مثلا نظم الزراع الدقيقة اوكي هنا فيه تغير كبير جدا فيه العالم ونتمنى ان احنا فيه مصف سريعا نطبق هذه الانزمة لسبب بسيط لان احنا بنقلل من الموارد المستخدمة زي مثلا الاسمدة او زي المبيدات في معالجة المشاكل اللي موجودة في الزراع احنا زمان او في الزراع العادية بتعمل ايه انا عندي مشكلة في الارض مثلا من اعفة معينة برش كل الارض دلوقتي احنا بنقدر نشوف فين مكان الاصابة وبس في هذا المكان بنقدر نعالج هذه المشكلة او عندي نقص مية في مكان في الارض ما ازودش كمية المية لكل الارض بس في المنطقة اللي فيها نقص المية وهكذا طبعا دي تقنيات احنا بنستخدم الدرونز يعني المركبات بدون طائق بدون طيار وحسسات في الارض ونقدر نشوف فين عندي نقص في المية او نقص في المغازيات وهكذا وبالتالي طبعا ده شيء هم جدا جدا عشان نقلل الموارد لان احنا استخدامنا للموارد خاطئ في العالم وده شيء هام ولا اسبب التلاوث احنا وصلنا الى تلاوث عندنا خمسين مليار متر مكعب من الغازات الدفيئة وفي عام واحد وعشرين طبقا لوكالة الطاقة ان ثاني اكسيد كمية ثاني اكسيد الكربون ستة وتلاتين وتلاتة من عشرة مليار تن في عام واحد وعشرين دي كمية كبيرة جدا واحنا عايزين نقلل الانبعاثات وعندنا مشاكل كبرى فعلا في البيئة احنا الانسان لغاية هذا اليوم انا من رأي ما تعلمش من اخطاؤه لان احنا عندنا مشكلة اظمى ايضا وهي ذوبان الجليد احنا عندنا تغيرات ليست فقط في درجات الحرارة احنا عندنا تغيرات في النمط الامطار انت حضرتك المشاكل اللي حدثت الفايدانات في كثير من انحاء العالم في السنوات الخليلة الماضية اه ده بسبب خطأ الانسان احنا بنبن احنا بنبن كتير شوارع مباني سيلد ارية مش عارف بالله سيلد ارية فانا الامطار بتسقط عندي ما تقدرش تستمر الى داخل الطربة فبيحدث كريان سطحي وده اللي بسبب الفايدانات فدلوقتي اللي بيحدث كان العادي جدا ان احنا كمية الامطار بتزيد كلما زاد وقت المطار يعني كل فترة الامطار ودلوقتي بنلاحظ ان عندنا الامطار اه في فترة زمنية قصيرة جدا اه بيصوت امطار اه هائلة كسيفة جدا اه يعني وبعض الابحاث اللي قمنا بها في الصين اه احنا كنا حزبين عوالي اه اه تمانين الى متين مليمات في الساعة ده معناه ان احنا كمية الامطار اللي بتسقط مثلا على الساحل الشمالي حوالي متين مليمت يعني تقريبا اللي بيسقط في سنة في ساعة واعلى نسب على قدر معلوماتي ربعمية مليمت في الساعة دي كمية هائلة تتخيل حضرتك اه ايه الاضرار اللي ممكن تسببها هذه الكميات الهائلة من المياه ف اه كلها مشاكل فعلا اه ان الانسان لازم يتحرك بسرعة اكثر من كده احنا بنتكلم عن زيادة اه ايضا الهيت ويفز اه موجات الحرارية اه الموجات الحرارية لها اضرار شنيعة يا فندم اه الله ده ممكن الزراعة يعني الحصاد يقل باكثر من 50-60% واحنا حاليا الهيت ويفز بتزيد من سنة من سنة لسنة احنا اه احنا مش عايزين ان احنا ان نزيد درجات الحرارة عن 1.5 درجة مقوية ده للأسف لم يتم الاتفاق عليه والتحوف طبعا ان احنا نتكلم عن الاتفاق عن درجات الحرارة الى 2 او 3 درجة مقوية معناها فعلا كوارث على الزراعة بالذات وكوارث بيئية كثيرة ولابد فعلا ان العالم كله يهتم اكثر من هذا بمواضيع التغير المناخ ولابد نحن نجد اساليب في مصر للتكيف مع المناخ والحد من حد التغير المناخ حتى في اطار انه مهما فعلنا في مصر نحن لن نغير الكوكب لكن احنا هنعمل اللي علينا او نعمل المزبوط زي ما بيت قال وهنا هسأل سؤالة دكتور احنا هنعمل ايه علشان نطور الاساليب بتاعتنا وبدأنا ولا لسه وبدأنا ازاي هنعمل ايه اولا انا ذكرت اساليب التكيف في منتهى منتهى الاهمية منتهى الاهمية واحنا يعني تعرضنا لمخاطر تغير المناخ عالية جدا في المناطق الجافة المناطق الجافة فيها ندرة موارد ايضا وطبعا احنا زيادة لو احنا نقارن مثلا مصر باوروبا هما زيادة درجات الحرارة هناك لها تأثير وتأثير سهيء لكن تأثير زيادة درجات الحرارة عندنا هنا في مصر هتبقى اسوأ بكتير من اوروبا فأنا لابد اننا اقوم باساليم التكيف مع تغير المناخ وايضا الحماية احنا عايشين في بلد صحراوية معناها عندي رياح وعندي اتربة انا لازم احافظ على كل الاراضي الزراعية اننا اقلل من اضرار الرياح والاتربة والاهم من هذا في التكيف مع المناخ السؤال هل احنا ممكن نغير المناخ والرد لا المناخ على فترة طويلة انا مقدرش غير المناخ لكن انا ممكن اغير ما يسمى المناخ المحيط ما يكفر وبالتالي انا ممكن اغيره عشان يلائم التغيرات اللي موجودة عندنا حاليا في العالم كله وهنا احنا احنا مش لازم دائما نفكر في التكنولوجيا العديثة او الهايتك هناك نظم اظهرتها لنا الطبيعة ان احنا ممكن نعمل تغير ل المناخ المايكرو كلايمت ببساطة جدا بطرق طبيعية واخد انا اقدر اغيرك ازاي وانا اقدر اغير المناخ ان انا مثلا بزراعة اشجار معين اشجار بنظم معينة ضد اتجاه الريح ان انا اغير المناخ في هذه المنطقة فاتقللي من فرص التصح فاتقللي يا فندم من درجات الحرار في الصيف اخد الحضرتك ازاي في وسط النهار قد تصل الى 7-8 درجة مقاوية بتقللي الفرق بين درجات حرارة النهار والليل احنا كلنا ملاحظين دلوقتي قد ايه الجو ساعة في القاهرة وخاصة في المجتمعات الجديدة زي قبل الجديدة وستة اكتوب وبرزايد بالضبط كده فعلا ساعة جدا جدا مساء اوكي فاحنا بنقلل الفرق وما بنرجع حتى حرارة النهار والليل انا بحتفظ برتوبة الطربة يعني انا بقلل مية استخدامي للمية وطبعا لها فوائد كثيرة جدا جدا بقلل طبعا اما يكون هندي هزي مصدات الرياح من الاشجار فانا بقلل الاضرار من الرياح والاتربة اللي بتقلل المحاصيل عندنا وبالتالي انا برفع انتاجية المحاصيل اللي مهمية طيب فانا دلوقتي اقدر اعمل الكلام ده لمساحة معينة لان احنا بنقلل هنا سرعة الرياح داخل هذه المساحة لكن انا ممكن اعمل صفوف او سلسلة من من هذه الاشجار وبالتالي انا ممكن اعمل تغير لمساحة كبيرة هنا للمناخ لمساحة كبيرة وده من الاساليب الاساسية ان احنا لازم نبدأ فيها للأسف الشديد في مصر ما عندناش مصدات رياح صحيحة معمولة نهاية احنا بنحوط الاراضي وما عندناش مصدات رياح وانا اتمنى ان احنا عشان كده احنا عايزين ننشئ نمازك عشان الناس يشوف ازاي ممكن نتعامل مع تغيرات المناخ واعتقد دهام في المناطق الجافة يعني احنا نتكلم عن الشراخ الاوسط وايضا مناطق كثيرة في افريقيا ان احنا نكون قدوة اما نقوم بهذا الاخرين التعليم طب انا ازاي هروح لفاصل وارجع بعض الفاصل احاول افهم على مسألة هذه الاشجار ومصدات الرياح وقدراتنا على ان احنا نبدأ نشتغل فيها وتاخد مننا توقيت قدقية لحد ما يبقى فيه عندي منظومة على الاقل قدر اقول انها منظومة سليمة قادرة على خلق تغير مايكروكلايمت زي ما حضرتك شرحت لي فاصل ونكمل كلام مع دكتور هاني الكاتب استنونا لو سمحتو حديث في منتهى الروعة في الفاصل وعلى الهوى مع دكتور هاني الكاتب دكتور هاني انا زي ما كنت بقول لحدك في الفاصل انا عندي 48 سنة فاللي انا عارفه واللي بشوفه طول عمري انه المزرعة تتحوط من الاربع جهات بصف جزورين واحنا كده ميت فل عملنا اللي علينا هادك قلت لي لا طبعا مش ده الصح ايه الصح ده صحيح انا بحاول دائما انه انا شوف اه الرياح الضرة بتيجي من انهجه وبحط عليه عموديا على اتجاه الرياح بعمل مصدات الرياح ولازم يكون فيها الايرود اينامي كده سماحت العربي الايرود انها تبقى حالة انسيابية مع الهوى بالزبط كده اخد بالحديث ازاي ولازم نراعي فيها ايضا حديث سألتني عن رجال زورين والحديث الجزوين هتنفع جيد لان احنا المسامية بتاعة المصدات الرياح دي لازم تكون في حدود الخمسين ستين في المئة اخد بالحديث ازاي فانا ما ادرش ازع اشجار خاطئة ايضا لان انا لو ما فيش الهوى ما ما عداش من داخل هذه المصدات هيعمل لي توربلنس الهوى هيلف يبدأ يعمل زي دوامات هوى صغيرة فيثير برضو الرمال والاتربتين اخد بالزبط كده فطمعا دي يعني تقنيات سهلة جدا ليس فيها اي صعوبة حقيقة يعني الارو ديناميك فورم لابد يكون موجود المسامية اخد بانا منها وبالتالي وايضا انا عايز اقلل سورة ريح بدرجة قد ايه هل عايز اقللها خمسين في المئة خمسة سبعين في المئة او تسعين في المئة فكلما تقلل سورة ريح كلما قلت المساحة اللي انا باحميها انا نظريا بزراجات الرياح اللي موجودة والرياح الضار عندنا هي في رياع الخمسين فاعتقاد ان احنا هنا لابد ان احنا في هذا الوقت نقلل سورة ريح بخمسة سبعين في المئة يعني معناها ان انا في هذه الحالة كل تقريبا مية ستة خمسين مت اعمل مصدات ريح وبالتالي عندي كمية عايز اقلل سورة ريح مثلا فقط خمسين في المئة وعد المناطق اللي ما فيهش قدرار كتير فانا ممكن اصل بالمساحة الطول المحمي ل 250 مت اخذ بالحضر اكثر دي طبعا حسب المناطق اللي هنشتغل فيها نشوف عايزين نقلل سورة ريح قد ايه في هذه المناطق ساعات المزارع بيبص عليها من حيث التكلفة ومن حيث المردود الاقتصادي وعدك اللي شرحت لي ده قدرت لي ساعات المزارع بيجي يقول انا كده بقلل المساحة المزروعة وبالتالي حجم المحصول بتاعي بيقل وبالعكس هو حجم المحصول لو حصل له اضرار مثلا في رياح الخمسين ممكن يخسر 50 60% من المحصيل اللي هو صريحة لا يا فندم احنا هنا كمان بالمساحة دي يعني بمصدات الرياح انا بقى احتفظ بحطوب برطوبة الطربة والنباتات وانا بقلل استخدام والمية انا بزيد من الانتاجية لان انا بحمي النباتات من الرياح والاتربة احنا امتى نقدر نشتغل على كده في مصر احنا بنحاول حاليا انشاء النماذج لهذا الشأن عشان الناس تشوف فعلا ايه فوائد مصدات الرياح وطبع احنا بنغير زي ما زكارت الحضرات المايكرو كلايمت ولها فوائد كثيرة جدا ودي كانت غريبة جدا اننا كانت من اول ابحاثي في نص السبعينات في المانيا في جبال العلم عن هذا الموضوع الموضوع ده عن هو طبعا جبال القلب مختلفة طبعا خالص لكن عن تأسية الاشجار على المايكرو بلايمت عظيم جدا هل لو انا النهار هل ينفع الحاجات دي تاخد صفة الالزام يعني انه ما ينفعش يبقى في منطقة مزروعة غير لما بحط فيها مصدات الرياح بالمواصفات كذا ده المفروض يكون حقيقة موافقة حدثة لكن احنا محتاجين الى نمازج لابد فعلا المزارع يشوف تأثير ولازم نعمل النمازج وما يكون فيه نمازج ناجحة الفلاح دائما بيقلد فحيقوم بعملها فلابد الاول من انشاء النمازج احنا عندنا كمان طلبة بنتكلم عن الاشجار وانا نفس اتكلم ما احدرناك فعلا عن عن الزراعة ايضا ايه اللي احنا ممكن نعمل في الزراعة لكن احنا لازم نعرف كمان احنا انشأنا هنا مشروع الماني مصري عن انشاء الغابات المستدامة في مصر و انا نشرت العام الماضي بحث بالطلبة الالماني اللي كانوا موجودين معايا في هذا المشروع و حقيقة وصلنا الى نتائج لم اكن اتخيلها او اتوقعها ان الانتاجية عالية عالية في مصر بهذه الدرجة ولدرجة ان احنا في هذا البحث قلنا ان وضع الغابات في مصر حاجة احادية ليه فان لان احنا مصر كانت في نص التسعينات قامت بمشروع عظيم جدا وهو انشاء استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في انشاء الغابات الشجرية والحقيقة دي كانت فكرة اكثر من ممتازة لكن مصر ما عندهاش الخبرة في الغابات احنا ما احنا ولكن احنا حاولنا هنا ان احنا نقوم بانشاء غابات مستدامة في مصر وقسنا الانتاج اللي من الاشجار اللي مزوعة في مصر ولاقينا عندنا كمية الانتاج الاخشاب او حجم الاخشاب ونمو الغابات في مصر عالي جدا 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 اختزال ثاني اكسيد الكربون لم اتخيلوا او الزملاء كلهم لم يتخيلوا وده بسبب بسيط جدا انت الغابات في العالم كله بتعتمد على مياه الامطار وهي هذه الغابات لا يحدث فيها تسميت هدامة فقط على مياه الامطار في مصر كان احنا مشروع بنستخدم مياه الصرف الصحي معنانا انا هنا بقوم برأي الغابات نمر واحد ونمر ادنين والتسميد عن طريق المغازيات اللي موجودة في مياه الصرف الصحي زي الناتروجين والفسفور وبالتالي حدث شيء غريب جدا عددك الغابات العادية كله الأشجار بتتنافس على الموارد اللي موجودة الموارد اللي هي الشمس المية والمغازيات احنا التنافس هنا في مصر بيقل فما بيحدث التنافس ده فالشقر القوي بيبقى والشقر الضعيف بيموت اللي حدث عندنا في مصر شيء لطيف جدا عشان كده أنا بقول ان هي غابات أحدية في العالم ده أنا عندي الشمس المية الصرف الصحي والمغازيات الموجودة في الصرف الصحي فعدد الأشجار المتبقية كبير جدا جدا وبالتالي أنا بختزل لساني أكسيد الكربون في هذه الأشجار لأن الوفيات لا تحدث بهذه الصرعة اللي موجودة في الغابات العادية وبالتالي أنا عندي اختزال هائل لساني أكسيد الكربون مثل الغابات الاستوائية والغابات المنترى أو أعلى وبالتالي شيء أهم جدا لأن أحصل على تمويلات كثيرة جدا دولية عشان اختزال لساني أكسيد الكربون وده ممكن يحصل يا دكتور يا فندم ده حدث فعلا مش ممكن يحدث ده حدث فعلا وللأسف ما كانش فيه اهتمام بهذا الموضوع لكن فخامة الرئيس مهتمة جدا بهذا الموضوع ويعني نتمنى أنه هو يتم شيء لإنشاء غابات مستدامة في مصر موضوع هم جدا وشايف ان احنا لازم نستفيد منه وبالتالي او امتاج اخشاب احنا بننتج اخشاب انا هقول لحد رأيك متوسط اللي احنا حسبناه بعد 25 سنة 165 متر مكعب عجم الاخشاب في للفدان ده ليس شيء قليل والاختزال الهائل لساني اكسيد الكربون واحنا لو عملنا برامج صحيحة احنا ممكن نحصل على تاملات عديدة بساعة جيد لساني اكسيد الكربون يعني ف وهل في مناطق معينة يراها دكتور هاني انه هي دي اللي تبقى مناسبة لهذا النوع من الزراعة بتاعت الغابات طالما عندي ما يتصرف صحي اه ده اه ده من يفعلش مشكلة لكن انا كان فكري في دعاية المشروع لانشاء الغابات المستدامة في مصر اه ان احنا بزراعة مساحات كبيرة من الغابات اه بيتم البخ وبالتالي تتكون الصحب طبعا بعمل دورة مية تاني وبالتالي كان الامل اللي احنا نشوف فين المناطق اللي احنا ممكن نزرع فيها على مساحات كبيرة عشان تتكون الصحب وبالتالي عندي فرصة هائلة لسقوط الامطار و احنا ممكن دي محتاجة الى بعض التحاليل قبل البداية عشان نسخط الامطار نشوف انه المناطق الافضل في مصر عشان نزرع على مساحات كبيرة لسقوط الامطار طيب انا عشان ما استهلكش وقت كتير انه اسأل لما نخلص الحلقة على انواع الشجر اللي ينفع عندنا لكن لانه حضرتك قلتلي انا عايز اتكلم على الزراعة في مصر انا عايز اتكلم عن الزراعة في مصر احنا عندنا نقص في المياه ولابد من حلول لهذا الموضوع طيب الحلول يا اما انا حلي ما يتباح اخذ بالحضر هيك بطرق بعمل دي سالينيشن بالزبط كده ولكن ما زال اصعار دي سالينيشن او تحلية مياه البحر عالية لكن انا ممكن اتجنب هذا طيب انا دلوقتي لو عملت لو حليت المياه واستخدمتها في صوب بتقنيات عالية بتقنيات عالية فانا مش هستخدم مياه كتير وليلة جدا ولكن عندي داخل هذه الصوب انتاج عالي جدا فمعناها انا مش هقص انا هكسب مياه اقل انتاجية اعلى اه مياه اقل انتاجية اعلى وثانيا انا ممكن استخدم مية البحر مباشرة في الزراع ازا ازاي 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 يعني احنا ممكن نستخدم تقنيات حضراك سمعت عن الاكوابونيك هو استزراع الاسمك واستزراع الخضروات في نفس الوقت واخد بقى الحضراك ازاي يعني الفكرة بسيطة جدا انا بستزرع اسماك مخرجات الاسماك بعد معالجات بدخل هذه المخرجات الى النباتات والنباتات بتعمل اوت فلترينج يعني بتعمل عملية استخلاص وفلتر وطرقية لهذه المغازيات اللي هي محتاجها واخد بقى الحضراك وبعدين المية اللي خرجة من النباتات بتروح بنعلكها احنا يعني بنعلك في كل دورة نوعية المية عشان تلائم الاسماك او النباتات وبعدين ترجع تاني ودي ده سايكل يعني ده دورة فانا المية اللي انا بستخدمها اولا قليلة جدا هنا دلوقتي بنتج اسماك بحرية علية القيمة وبعد النباتات بتتحمل قلب الوحة راخد بحضرتك ازاي وبالتالي انا عندي تقنيات ان انا ازرع مية البحر هنا بقى هم جدا 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 انا هنا ما بزرعش على بزرع في الحقل المفتوح لكن انا ما بزرعش على التربة على طول انا لازم ازرع هنا في احواط ليه عشان احمي الطربة والمياه الجوفية من ملوحة المية معناها وده خطأ انا شايفه حاليا ان احنا بنتكلم عن نباتات تتحمل الملوحة واجي اروي الارض بالمياه فيها ملوحة عالية فانا بعمل الملوحة دي هتتركز في طبقات اسفل فهتتركز نسب الملوحة في المية الجوفية هتعلي يا فنم وفي الارض وبالتالي انا خسرت الارض بعد 15 سنين 20 سنة حسب كمية الملوحة وده طبعا لابد ان احنا ناخد بلنا منه ان بعض الوقت المزارعين بيزرعوا بمية فيها من الوحة لنباتات تتحمل الملوحة وده شايف انه هو خطأ كبير جدا لابد من حماية هذه الاراضي والاستخدام الخاطئ فعشان احنا بندور الاراضي بتاعتنا فدي بعض الاشياء عشان كده احنا عايزين ننشئ نمازج عشان الناس يشوف ان هذه ازرعات ناجحة ومرباحة وحنوفر ما يكتير وحنستخدم مياه البحر في هذا ودي دي الاشياء اللي انا انصح فيها ان يقام فيها نمازج سريعا عشان الناس يشوف ان ده ان ده واقع مش حديث العلماء ده حديث مبهر يعني وانا باشكر حضراتك دايما بعض اتذكر ان كنت بتفرج يعني من فترة ما طويلة نوعيا قصيرة برضو نوعيا على برنامج ستار توك بتاع نيل دي جراس فطول الوقت وانا احب جدا فعلا ان انا اقعد قدام العلماء وبحس بكم اثراء للعقل غير طبيعي في حديث العلماء انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على الفرصة دي انا اشكر حضرتك الحديث السيد يوسف الف الف شكر انا بشكرك جدا دكتور هاني كل الشكر ليك دكتور هاني الكاتب المستشار او مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدراعية دكتور هاني واحد من ابرز علماء الغباد زي ما حضرتكم عارفين واستاذ بجامعة بيولخ بس عالم كبير عالم مهم يا بغتي حقيقي ان انا قعدت شوية دول مع دكتور هاني واعتقد برضو يا بغتينا جميع ان احنا تابعنا الحلقة دي شكرا لحضرتكم مرة تانية ودقايق يكون موجود معاكم كريم رمزي برنامجو رقم عشرة احنا بقى لو كلنا العمر نكون موجودين معاكم اشتركوا في القناة